جولة أسيوية لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حملت معها أعباء كبيرة لا يقوى عليها الأمن الاستراتيجي للقارة الأكبر بل الأمن العالمي برمته بما تضمنته الجولة من زيارة إلى طيوان الجرح الصيني غير المندمل خطوة ردت عليها الصين بمناورات عسكرية هي الأضخم قبالة سواحل طيوان تشمل استخداماً للداخلة الحية وتنفيذ ضربات صاروخية باليستية دقيقة على مناطق في الجزء الشرقي من مضيق طيوان وهو ما أثار حفيظة تايبي ودفع جيشها إلى إعلان تفعيل أنظمة دفاع ذات صلة كما أبعدت زوارق البحرية الطيوانية نحو عشر سفن من البحرية الصينية عبرت لفترة وجيزة الخط الفصل وبينما تواصل الصين مناورتها وطيوان تهديداتها حث وزراء خارجات أسيان رابطة دول جنوب شرق أسيا مختلف الأطراف على ضبط النفس وحذروا من خلال اجتماعهم في كمبوديا من أي عمل استفزازي يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة وبالتالي وفي نهاية المطاف إلى حسابات خاطئة ونزاعات مفتوحة لا يمكن التنبؤ بعواقبها بين القوى الكبرى ورغم انقسام رابطة أسيان بين دول لها علاقات وثيقة مع الصين ودول أخرى أكثر حذرا من بكين فإن أي دولة من الرابط لم تعترف رسميا بطيوان خشية غضب تنين ولم تظهر أي منها رغبة في دعم تايبي ضد العملاق الصينية في وقت يكتمع فيه وزراء خارجية المجموعة بحضور صيني روسي أمريكي ربما هو الأبرز خلال الفترة الأخيرة